منظمة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت من التدخين الإلكتروني بكل أنواعه زي ما أنا بقول كده بكل أنواعه أنا ليه بركز بس على نقطة كل أنواعه دي؟ لأن في ناس يعني إيه؟ ربنا يهديهم يعني بتبقى عندهم حالة من الإنكار يعني تيجي تقوله إيه؟ الحاجة دي مضرة فاكرين زمان كنت بحكي لك وأنا حكاية حكيت لك وحكيها لك تاني في نص دقيقة أو في دقيقة مرة في أحد البرامج اللي أنا بقدمها يعني وكدت على الهوى فجات واحدة بتكلمي في اليوم بتقولي أنا حامل بس أنا بدخن ومش عارف أبطل تدخين قلت لي يعني مش عارف أتبطل لي تدخين يعني ما هو التدخين ده له أثر سيء جدا على الجنين يعني تقولي لا بس أنا الدكتور بتاعي وقالتها لي بقى لازم نقولها بالإنجليز يعني قلت لي الدكتور بتاعي قال لي if you smoke five cigarettes per day ده مش خطر على الهوى قلت لها الدكتور بتاعي حضرتك بترجم أهو بقول لها الدكتور بتاعي حضرتك قال لي لو دخنتي خمس سجاير في اليوم ده مش خطر قلت لي آه قلت لي طيب نسبنا بقى من حضرتك ونسبنا من الحمل ونسبنا من البرنامج أنا بس عايز أستأذن حضرتك أنك تزيديني شرف يعني وتقولي لي اسم الدكتور ده إيه قالت لي ليه قلت لها هقولك أهو لأنه الحقيقة الدكتور بتاعي حضرتك اللي قالك دخاني خمس سجاير في اليوم وحضرتك حامل ده ها لازم بقى العالم كله يقف انتباه قدامه الحقيقة إن حاجة العالم كله بلا استثناء بيقول عليها خطر وهو قرر إن خمس سجاير في اليوم للحامل مش خطر قلت لها ده إحنا لازم ده 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 جايزة نوبل في الطب تقف له تضرب له تعظيم سلام والعلماء في كل الدنيا يوقفوا يشوفوا الراجل ده إيه ربنا فتح عليه إزاي كده وجاب المعلومة دي طبعا ده غير صحيح الصحيح هو إن الأستاذة الحامل دي مجادلة يعني ماقدرش طب يعني ماينفعش أقلل طب أصلا مش عارف أبط قال لها طب خلق فممكن يكون ابتدى معها ابتدت برقم ففضلوا يفصلوا لغاية ما وصلوا للخمسة وابتدت هي بقى إيه تطبق النظرية وساعتها طبعا أنا قلت لها إذا كان الأمر يخص حضرتك لوحدك لوحدك أنت كإنسان ناضج فأنت مسؤولة عن نفسك ولكن لسوء الحظ أن هناك روح مرتبطة بيكي في الوقت الحالي اللي هو الجنين ده اللي مالوش أي زنب في الدنيا غير إن حضرتك ممتو لغاية دلوقتي هو ده زنبه الذي سيجن إيه بقى إن حضرتك مش قادرة إنك توقفي شرب التدخين اللي هو بيعمل إيه بقى أثناء الحمل معلومة هي برضو على الماشي خلاص إنه المادة النيكوتين الموجودة في السجاج ده غير الحاجات التانية عشان الناس بس تقولك إيه نيكوتين فري ومش عارف إيه والكلام ده كله خلاص التدخين بيقضي إلى انقباض الأوعية الدموية فالجنين اللي لسه أجهزته أجهزة جسمه دي بتتكون إحنا بنده دواء أو مش دواء بنده مادة تأفل الأوعية الدموية ففيه فرصة رهيبة لحدوث تشوهات أو مشاكل وظيفية في أجهزة تكونت نرجع للمجادلة بس أنا أعرف واحدة صاحبتي أو أعرف واحد صاحبي مراته كانت حامل وبتدخن وتولد ابنه أو بنته وما حصلوش حاجة هو ظاهريا ما حصلوش حاجة لكن في المستقبل ما هي الأضرار ما بتبقاش بس في فترة الحمل يعني على سبيل المثال وليس الحصر كل الناس كل الزوجات الحوامل الحوامل ها اللي تعرضوا للتدخين السلبي خدتوا بالكم من كلمة السلبي يعني مش هم اللي بيدخنوا دول قاعدين في مكان بيدخنوا خلاص بيولدوا أطفال عندهم قابلية لحدوث ربنا يعافيهم يا رب كل أنواع الأمراض التنفسية بنسبة أو يعني بنسبة 69% أكتر من الأطفال اللي ما تعرضوش للتدخين السلبي ومامتهم حامل 69% يعني أنت بتجني على ابنك أو بنتك أن أنت تعرضوا للتدخين ده يعني أنا بقول بقى للأزواج اللي هم يقولك مراتي حامل بس أنا بقف بعيد كده بقف عند الشباك واشرب سجارة محضرتك السجارة مش اللي هو مش بيروح الدخان اللي هو الدخان مليان حضرتك مليان دخان هدومك ووشك وتنفسك وكل حاجة خلاص دي يعني أنا بقول لكم إيه على المجادلات يعني خلاص فالمجادلات برضو تيجي الناس تقول لك إيه استخدام التدخين الإلكتروني إلا في وجود روشتة طبية أنتو مدخلين بقى هناك في قارة أستراليا إيه اللي حصل يعني؟ يعني وصلوا لإيه يعني في الموضوع؟ خلاص؟ ترجمة نانسي قنقر